السلام عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو قد نشوفه الدرس على الحساب الحرفي اولا نعرف ما هو الحساب الحرفي قبل ما نعرفه الخصائص او الخاصية لتابع الدرس الحساب الحرفي وهو حساب نستعمل به اعداد معلومة واحد واثنين وثلاثة الاخرى واحرف مثلا فمن قبل كنا كنا نعطونا واحد نقطة زائد خمسة تساوي تمانية وكنا كنا نقلبه على اشنا هو العدد ده نزيده على خمسة باش يساوينا تمانية اه مثلا ثلاثة زائد خمسة تساوي تمانية ده حاليا ما قلاش غدنا نستعملو نقطة في بلس النقطة غد نستعملو احرف كايكس او بي او اي حرف ولهذا سميه بالحساب الحرفي اولا النشر تعريف النشر هو كتابة مجموع او فرق على شكل جداء او بتعبير اخر ليكن او بي وسي ودي اعداد جدرية ا عامل ا زائد سي يساوي ا في بي زائد ا في السي ا عامل بي ناقص سي تساوي ا في بي ناقص ا في السي نشوفو امثلة انشر وبسط ما يلي ا تساوي تلاتة عامل اتنان اكس زائد اربعة تساوي تلاتة في اتنان اكس تلاتة في اتنان اكس زائد تلاتة في اربعة تساوي ستة اكس زائد اتنان اربعة تساوي اتنان عامل تلاتة اكس ناقص واحد زائد خمسة عامل ناقص اتنان زائد اكس تساوي اتنان في تلاتة اكس ناقص ناقص اتنان في واحد زائد خمسة ناقص اتنان هي ناقص خمسة في اتنان زائد خمسة في اكس تساوي ستة اكس ناقص اتنان ناقص عشرة زائد خمسة اكس تساوي ستة اكس ناقص زائد خمسة اكس ناقص اتنان ناقص اتنان عشر ناقص اتنان عشر نجمع الاعداد المعلومة بوحدها والاعداد المجهولة بوحدها لدينا ستة اكس زائد خمسة ليه اتنان عشر اكس ناقص اتنان عشر تانيا التعميل تعريف التعميل هو كتابة جداء على شكل مجموع او فرق او فرق او بتعبير اخر او بي وسي ودي اعداد جدرية ا زائد بي عامل سي زائد دي يساوي ا سي زائد ا دي زائد بي سي زائد بي دي امطلة عمل كل من او بي لدينا ا تساوي خمسة على اربعة اكس زائد خمسة على اتنان انا كلاحظوا اصبح لدينا عامل مشترك تساوي خمسة وذي غضي نعملو بي تساوي خمسة على اربعة عامل ل اكس زائد خمسة على اتنان بي تساوي اتناشة اكس قس اتنان زائد ستة اكس ناقص تمانية عشر اكس ايجراك انه غضي نقالبه للعمل المشترك تساوي اتناشة كتساوي ستة اكس في تلاتة اكس انا اتناشة كتساوي تلاتة في ستة ستة وعدنا اكس وس اتنان حاولنا الفرقة باش ناخده العمل المشترك هو ستة اكس زائد ستة اكس ناقص ستة اكس في تلاتة يجراج تساوي الندابة قد نعمله بستة اكس ستة اكس عامل تلاتة اكس ناقص ستة اكس اي ان ستة اكس نضربه في واحد نديره زائد واحد ناقص ستة اكس اخذناها ناقص ثلاثة كنت من الشرح يكون مبسط ومفهوم وشكرا